اشتركوا في القناة المواقع الأسرية والأماكن السياحية تمثل جزءاً مهماً من تراز بلدنا من جهود الدولة تجاه المناطق الأسرية صيانتها وترميمها تقوم الدولة بمشروعات للحفاظ على التراز العمراني العبارة صحيحة يسمح باستخدام دوء الكاميرا عند التقاط الصور للأسار العبارة خاطئة يسمح بلمس القطع الأسرية والوقوف بجانبها العبارة خاطئة أصدرت الدولة قوانين تجرم الإتجار بالآثار العبارة صحيحة تشرف الدولة على عملية البحث والتنقيب على الآثار العبارة صحيحة يجب أن نحسن معاملة السياح في المناطق الأسرية العبارة صحيحة لمس القطع الأسرية يعد سلوكا إيجابيا العبارة خاطئة من جهود الدولة تجاه الآثار التنقيب عنها وترميمها العبارة صحيحة تصدر الدولة القوانين التي تجرم الإتجار بالآثار العبارة صحيحة يمكن لأي فرد القيام بعملية ترميم الآثار العبارة خاطئة يحتوي شرع المعز على تراث عمراني مميز العبارة صحيحة تستقبل المناطق الأسرية العديد من السياح العبارة صحيحة السؤال الثاني أكمل العبارات الآتية باختيار الإجابة المناسبة المتخصصين متحف مفتوح القاهرة التاريخية الأزهر التراث شرع المعز الأماكن السياحية المصرية تعد جزءا من التراث تهتم الدولة بتطوير مدينة القاهرة التاريخية مثل منطقة الأزهر من مشروعات الحفاظ على التراث العمراني مشروع تطوير شارع المعز تتم عملية ترميم الآثار بواسطة المتخصصين الهدف من تطوير منطقة الأهرامات تحوي لها إلى متحف مفتوح من أبرز المدن التراثية القديمة على مستوى العالم القاهرة التاريخية أكمل العبارات التالية محمية رأس محمد تعد من مناطق التراث نقط الطبيعي معايير اختيار الأماكن على قائمة التراث العالمي تضعها منظمة اليونسكو بنيات مثال أبو الهول على شكل إنسان وجسم أسد ليكون رمزاً لي القوة تعد مناطق العيون الكابريتية في مصر من السياحة العلاجية تهتم الدولة بتطوير مدينة القاهرة التاريخية مثل منطقة الأزهر السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة يقع قصر محمد علي في شبرى حلوان المطرية الويلي الإجابة الصحيحة شبرى من مشروعات تطوير المناطق الأسرية مشروع تطوير مدينة القاهرة الجيزة العبور أسيوت الإجابة الصحيحة القاهرة قامت الدولة بترميم مسجد أحمد بن طولون الذي يقع في محافظة الإسكندرية القاهرة القليوبية البحيرة الإجابة الصحيحة القاهرة أي من المناطق التالية تعد ضمن مشروع تطوير مدينة القاهرة التاريخية ميت رهينة سقارة الضرب الأحمر ميدوم الإجابة الصحيحة الضرب الأحمر يعد من التراث الطبيعي في مصر قلعة صلاح الدين معبد أبو سنبل محمية رأس محمد مسجد أحمد بن طولون الإجابة الصحيحة محمية رأس محمد بعد بناء السد العالي تم إنقاذ معبد نقط من الغرق أبو سنبل إزيس كلبشة القرنق الإجابة الصحيحة أبو سنبل برج نقط أحد معالم العاصمة وصممها على شكل زهرة اللوتس إيفل خليفة القاهرة بيزا القاهرة زيارة الأماكن الطبيعية الخلابة تعد سياحة ثقافية طرفيهية علاجية مؤتمرات الإجابة الصحيحة طرفيهية من مشروعات تطوير المناطق الأسرية مشروع تطوير مدينة الجيزة الإسكندرية الفيوم القاهرة الإجابة الصحيحة القاهرة السؤال الرابع أمامك مجموعة من المواقف تجاه المناطق الأسرية قم بتصنفها إلى سلوك إيجابي أو سلوك سلبي إلقاء غلاف البسكويت على أرض منطقة الأهرامات سلوك سلبي اتباع قواعد النظافة والأمن داخل المتحف سلوك إيجابي الكتابة بقلم حبر على جدران المعابد سلوك سلبي عدم لمس المنحوتات والقطع الأسرية سلوك إيجابي تناول الطعام والشراب بالقرب من المناطق الأسرية سلوك سلبي السؤال الخامس صوب ما تحته خط من السلوكيات الإيجابية الكتابة على الآثار الإيجابية خطأ والصواب السلبية من مشروعات الحفاظ على التراث العمراني مشروع تطوير شارع فؤاد شارع فؤاد خطأ والصواب شارع المعز دور المواطن للحفاظ على الآثار صيانتها وترميمها المواطن خطأ والصواب الدولة تسمح الدولة بالإتجار في الآثار وتخريبها تسمح خطأ والصواب تجرم دوق الكاميرا يؤثر إيجابيا على القطع الأسرية إيجابيا خطأ والصواب سلبيا يعد مشروع ترميم مسجد أحمد بن طلون ضمن مشروعات التراث الطبيعي الطبيعي خطأ والصواب العمراني تهتم الدولة بترميم قصر محمد علي في حي الغورية حي الغورية خطأ والصواب حي شبرى يعد جامع الأزهر ضمن آثار مجمع الأديان الأزهر خطأ والصواب عمر بن العاص السؤال السادس فسر بذكر سبب واحد تطوير الدولة لمنطقة الأهرامات لتحوي لها إلى متحف مفتوح تبزل الدولة جهودا عدة للحفاظ على الآثار لأن الآثار تعد من التراث الثقافي للدولة ونظرا لقيمتها التاريخية والاقتصادية حدد إثنين من الجهود التي تبزلها الدولة للحفاظ على الآثار المصرية صيانة المناطق الأسرية وترميمها إصدار قوانين تجرم الإتجار بالآثار والاعتداء عليها تنظيم عملية البحث والتنقيب عن الآثار والإشراف عليها وضح دورك كمواطن للحفاظ على المناطق السياحية والأسرية اتباع قواعد النظافة والأمن داخل المناطق السياحية عدم لمس القطع الأسرية أو الوقوف ملاسقين بها عدم تناول الطعام والشراب بجانبها نحسن معاملة السياح وتقديم المساعدة لهم السؤال التاسع قارن بين جهود الدولة للحفاظ على الآثار المصرية وسلوكيات الفرد الإيجابية تجاه المواقع الأسرية أولا جهود الدولة صيانة وترميم الآثار إصدار قوانين لمنع بيعها التنقيب عن الآثار ثانيا سلوكيات الفرد عدم الكتابة على الآثار الاهتمام بنظافة المناطق الأسرية اتباع قواعد الأمن السؤال العاشر أجب عن الأسئلة التالية ماذا يحدث إذا؟ لم تهتم الدولة بترميم الآثار ستتعرض الآثار للتدهر والتلف مع مرور الوقت اقترح أحد الأساليب للحفاظ على المناطق الأسرية عند زيارتك لها وضع لوحات إرشادية للتعامل مع الآثار ما رأيك في تطوير الدولة لمنطقة الأزهر؟ خطوة إيجابية من الدولة لحماية وصيانة المباني الأسرية والتاريخية إن شاء الله الدرس القادم مراجعة عامة على الوحدة التانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر